أعزائي التلاميذ متتبعي قلاتي طربوية لابو اس فيتي أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح سلسلة من التمارين حول الجارات مطلوب منا في هذه التمارين اختيار الأجوبة الصحيحة التمرين الأول عندما نهمل قطعة خبز في المطبخ لعدة أيام تتكون فوقها هل فقاعة هوائية أم دارانات أزوطية أم مستعمرة جلتومية أم ترصبات كيلسية إذن الجواب عندما نهمل قطعة خبز في المطبخ لعدة أيام تتكون فوقها مستعمرات جلتومية صحيح نمر إلى التمرين الثاني إن الجاراتم هي ألي متعضية مجهرية أم خلايا دموية أم ياراقات الحشرات أم باللورات معدنية إذن في الجاراتم هي متعضية مجهرية صحيح نمر إلى التمرين الثالث اختار البكتريات من المتعضية المجهرية التالية المتعضية المجهرية المذكورة في هذه اللائحة هي حومة الزوكام البارابيسيوم عصيات الحليب المكورات الثنائية الرئوية لولابية السيفيليس فطر البنيسيليوم والخميرات إذن في البكتريات المذكورة في هذه اللائحة هي عصيات الحليب والمكورات الثنائية الرئوية ولولابية السيفيليس أما حومة الزوكام تنتمي إلى الحمات والبارابيسيوم إلى الحيوانات الأولية وفطر البنيسيليوم والخميرات تنتمي إلى الفطريات المجهرية نتأكد 7 على 7 جواب صحيح نمر إلى التمرين الرابع اختار البنيات المحركة للحيوانات الأولية أو اختار البنيات التي تتحرك بها الحيوانات الأولية النواة الأهداب السيتو بلازم الصوت وشبه الأرجل إذن فالبنيات المحركة للحيوانات الأولية هي الأهداب والصوت وشبه الأرجل نتأكد 5 على 5 جواب صحيح نمر إلى التمرين الخامس اختار جاراتم نافعة من بين ما يلي عصيات الكزاز فطر القارع فطر البنيسيليوم بكتيريات الريزوبيوم الجاراتم نافعة هي فطر البنيسيليوم وبكتيريات الريزوبيوم نتأكد 4 على 4 جواب صحيح نمر إلى التمرين السادس اختار طرق تكاثر الجاراتم مما يلي التبرعم التبوغ التعقيم الانقسام التطفل التكاثر أو التطور السريع إذن فطرق تكاثر الجاراتم هي التبرعم التبوغ الانقسام نتأكد استعلى استجواب صحيح نمر إلى التمرين السابع تؤثر عصيات الكزاز على المصب بهذا المرض بوسيطات هل تحطيم الكرية الحمراء إفراز السمين توفرها على عليبة إفراز مضادات حيوية إذن فتؤثر عصيات الكزاز على المصب بهذا المرض بوسيطات إفراز السمين جواب صحيح نمر إلى التمرين الثامن حدد الأمراض الجرثومية من بين الأمراض التالية الكزاز الأنمية السيدة الكوساح المالاريا الكواشوركور إذن فالأمراض الجرثومية المدقرة في هذه اللائحة هي الكزاز وداء السيدة والمالاريا نتأكد استعلى استجواب صحيح نمر إلى التمرين التاسع توجد الجارات في الهواء على شكل هل بيوض وأبواغ أم مستعمرة جرثومية أو جزئات وذرات أم غازات إذن توجد الجارات في الهواء على شكل بيوض وأبواغ صحيح نمر إلى التمرين العاشر العالم الذي اكتشف الجارات هو توماس أديسون لويس باستر ابن سينا كريستوف كولومب إذن فالجواب صحيح العالم الذي اكتشف الجارات هو لويس باستر صحيح نمر إلى التمرين الحادي عشر مرض التهاب الرئاء تسببه المكورات ثنائية الرئوية التي تتوفر على عليبة أم على علبة بيتري إذن فالجواب الصحيح التي تتوفر على عليبة صحيح نمر إلى التمرين الثاني عشر البكتريات التي تحول أزوت الهواء إلى أملاح المنطرات في التربة هي هل هي بكتريات سيفيليس المكورات العنقودية بكتريات الريزوبيوم أو فيطر البنيسيليوم إذن فالبكتريات التي تحول أزوت الهواء إلى أملاح النطرات في التربة هي بكتريات الريزوبيوم صحيح نمر إلى التمرين الثالث عشر الطفاليات الإلزامية هي وش هي اليراقات؟ أم البكتريات؟ أم العمات؟ أم الفطريات؟ إذن فالجاراتهم الطفاليات الإلزامية هي العمات صحيح نمر إلى التمرين الرابع عشر أفطر البنيسيليوم من الفطريات النافعة يستعمل فيه هل الميدان البيئي الميدان الصيدلي الميدان الفلاعي ام الميدان الغذائي اذا فطر البينيسيليوم يستعمل في الميدان الصيدلي وينتج مضادا حيوي يسمى البينيسيلين صحيح نمر الى التمرين الخامس عشر اختار اسلحة الجارات من بين ما يلي افراز الماء افراز الهرمونات وجود العليبة افراز السمين التكاتر السريع وسط الزرع اذا فاسلحة الجارات هي وجود العليبة افراز السمين والتكاتر السريع نتأكد جواب صحيح 6 على 6 نمر الى التمرين السادس عشر اختار الاوسط الملائمة لتكاتر الجارات الهواء وسط الزرع جسم الانسان داخل الصخر اذن فالاوسط الملائمة لتكاتر الجارات هي وسط الزرع والجسم الانسان نتأكد جواب صحيح 4 على 4 نمر الى التمرين السابع عشر تتبعثل الفطريات والبكتريات بوسطة هل البودور هل الابواغ هل الجدور هل البرائم تتبعثل الفطريات والبكتريات بوسطة الابواغ جواب صحيح نمر الى التمرين الثامن عشر اختار الاوسط الغير الملائمة لتكاتر الجارات نقع محضر التلاجة عسل الفواكه والفرن إذن في الأوساط الغير الملائمة لتكاثر الجراتيم الأوساط الباردة مثل التلاجة والأوساط الجد ساخنة مثل الفرن نتأكد صحيح نمر إلى التمرين التاسع عشر تتكاثر الجراتيم في الأوساط الباردة الأوساط الجافة الأوساط العامضة الأوساط المغدية إذن فتتكاثر الجراتيم في الأوساط المغدية صحيح نمر إلى التمرين الآخر 20 الجراتيم التي تعيش على حساب كائنات حية أخرى وتمرضها تسمى كائنات رمية كائنات تكافلية كائنات طفيلية كائنات ذاتية التغذية إذن في الجارة التي تعيش على حساب كائنات حية وتسبب في أمراضها تسمى كائنات توفيلية أعزائي التلاميذ لقد حصلنا على النقطة 2020 إلى هنا تنتهى هذه الحلقة أشكركم على تتبعكم لقناتي وأدعوكم للمشاركة وإبداء ملاحظتكم حول هذه الإنتاجات الطربوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته